السلام عليكم ورحمة الله أخي الحبيب هذه الدعوة النبي تعهد أن كل من دعا بها في حالة الكرب إلا استجاب الله له ما دعا بها إنسان إلا استجاب الله له سبحانه وتعالى ما هي هذه الدعوة؟ دعوني أولا أقرأ لكم هذا الحديث النبوي الشريف ثم نتأمل هذه المعاني العظيمة ونحفظ هذا الدعاء الذي هو عبارة عن تسع كلمات قد تغير حياتك بالكامل لذلك لا تستخف أخي الحبيب بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الكلمات طبعا من القرآن وهي دعاء لنبي كريم أنقذه الله من كرب شديد النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوة ذنون عليه الصلاة والسلام وهو النبي يونس التي دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدعو مسلم بها في كربة إلا استجاب الله له سبحان الله والله أيها الأحبة حديث عظيم جدا لم يدعو بها مسلم في كربة إلا استجاب الله له طيب ما هو سر هذه الكلمات ولماذا أكد عليها النبي في حالة الكربة النبي يونس عليه السلام خرج مغاضبا مخالفا أمر الله عز وجل عندما لم يستجب له أحد من قومه فعرضه الله الاختبار أريدك أخي الحبيب أن تأخذ من هذه القصة عبرة في حياتك البلاء الذي نحن فيه هو اختبار يجب أن تنظر للبلاء على أنه اختبار وامتحان من الله عز وجل ليختبر قوة صبرك وإيمانك وماذا تفعل في الظروف الصعبة نحن نعرض أي طالب أو أي إنسان يريد أن يدخل في مسابقة للعمل أو للدراسة أو يخضع الامتحان لدخول جامعة أو غير ذلك نعرضه لظروف صعبة أن يجيب عن مئة سؤال مثلا خلال ساعة هذا الظرف الصعب يثبت قدرة الطالب على الإجابة ويثبت كفاءة هذا الطالب وهل هو مجتهد هل درس أم لم يدرس نختبر قوة معلوماته إلى آخرين كل شيء أخي الحبيب يصيبك من هم أو غم أو تعب أو مرض أو غير ذلك أو أذى اعلم أنه اختبار من الله سبحانه وتعالى كما اختبر النبي يونس عليه السلام النبي يونس تعرض للظروف يعني لا أتصور أن هناك أحدا على وجه الأرض يتعرض لها الآن أنه كان في بطن الحوت وبطن الحوت مظلم ظلام بطن الحوت هذه الظلمة الأولى وظلام البحر الظلمة الثانية لأنه في أعماق المحيط أو أعماق البحر والظلمة الثالثة ظلمة الليل فإذا دخل في جو من الظلمات لا أحد يسمعه نحن الآن قد نتعرض لكارثة يتعرض أحدنا لحرب هناك وسائل متاحة يعني يبقى هناك وسائل اتصال وسائل شخص يساعدك شخص ينقذك هناك وسائل أما هنا غابت الوسائل يعني قوة هذه الكلمات تأتي من الموقف الذي عاشه سيدنا يونس عليه السلام أن كل وسائل الإنقاذ غابت تعطلت أساليب البشر وهذا الموقف لو تعرض له أحد اليوم لا يمكن لأي قوة في العالم أن تنقذه أعطوني قوة في العالم قادرة على أن تخرج إنسانا من بطن حوت في ظلمات البحر نحن نعلم أن هنا غواصة غرقت قبل مدة تحدثنا عنها فيها كل وسائل الاتصال وحجمها كبير ومعروف موقعها ومعروف أين أبحرت وأين غطست وكذا وكذا والعمق الذي نزلت إليه وكل وسائل المراقبة ومتصلة بالأقمار الاصطناعية وغير ذلك على الرغم من ذلك عندما فقدوا الإشارة جلسوا أيام يبحثون عنها ثم أخرجوا الناس موتى لم يتمكنوا من إنقاذ إنسان في مثل هذه الظروف فالله هنا أعطانا مثالا قويا جدا أن في ظروف لا يستطيع يد البشر أن تمتد لإنقاذك ولا توجد قوة في الكون تستطيع أن تصل إليك في هذه اللحظة الله قادر أن ينجيك فعندما نادى في الظلمات يقول الله تعالى فنادى في الظلمات أن هنا هنا التسع كلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نادى بهذه الكلمات التسعة فاستجبنا له فورا والفاء هنا في اللغة تعلمون أيها الأحبة هناك فرق بين الفاء والواو الفاء تأتي لسرعة الفعل جاء زيد فعمر فورا الواو فيها نوع من التراخي فيها الزمن سبحانه وتعالى استخدم حرف الفاء قال فاستجبنا له ليجعلك تعيش في هذه الظروف وكأنك معه وكأنك مع سيدنا يونس عليه السلام فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فهذه الكلمات التسعة النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد لنا أنه ما من عبد مسلم دعا بها في كربة إلا استجاب الله له صلى الله عليه وسلم والله أيها الأحبة من يغفل عن هذا الدعاء خسر كثيرا من يغفل عن دعاء سيدنا ذنون يخسر الكثير حقيقة فلذلك أخي الحبيب احفظ معي هذا الدعاء والأهم من الحفظ أن تكرره كل يوم لا تنتظر حتى تأتي الكارثة لا تنتظر حتى يأتي الضيق أو الكرب قل هذا الدعاء في حالة الرخاء تجد أن لسانك تعود عليه فتقوله مباشرة في حالة الشدة لأن سيدنا يونس حقيقة كان من المسبحين كان لسان حاله دائما يقول سبحان الله كان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا دعاء بشكل طبيعي يقوله فلما تعرض لهذه الضائقة وهذه الظلمات وهذه الكربة بشكل لا شعور قاله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لذلك هذا الدعاء مهم بالنسبة لكل إنسان يعيش في حالة حرب في حالة يخشى من كارثة وقد تقع كارثة أو ظاهرة طبيعية مثل زلزال أو إعصار أو فيضان أو إلى آخرين فإذا عودت لسانك على هذا الدعاء تجد أنك لا شعوريا تجد لسانك ينطلق بهذا الدعاء في حالات الشدة والقربة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت اعتراف منك بأنه لا إله إلا الله قادر أن ينقذك غابت وسائل البشر وعجزت كل القوى في العالم عن إنقاذك ولكن الله قادر أن ينقذك سبحانك يعني يا رب أنا أنزهك عن عدم الاستجابة أنت يا رب أكبر وأعلى ومنزه عن أن لا تستجيب من دعاك بصدق فسبحانك هنا فيها نوع من التعظيم والتنزيل لله عز وجل أنه قادر أن يجيب من يدعوه أني كنت من الظالمين اعتراف منك بخطائك بظلمك لنفسك بنسيانك لأوامر الله ومن منا لا يخطئ اليوم من منا اليوم في هذا العصر بالذات لم يعني يخطئ كثيرا من إلا ما رحم ربي طبعا فلذلك هنا أخي الحبيب هذا الدعاء والله مهم جدا أن نحفظه نكرره سبع مرات احرص على تكراره في المساء في الصباح في كل مناسبة ليكن لسان حالك دائما يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من كل كرب ومن كل هم أو ضيق إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر